ماذا لديكم من أرقام؟ الرقام الحقيقة اللي قاله يمكن دورة رئيس الوزراء الحقيقة قاله في المرحلة اللي فاتت لكن اللي جلنا في اللجنة من رئيس مستشارة مجلس الوزراء قالك احنا تقريبا أبوف 3 مليون شقة يعني أنا عندي 3 مليون فاصل 19 ألف أو 3 مليون في الحدود دي المغلق المغلق من الوحدات مليون و300 مليون حاجة كده أنا بقولك أصاب بلاس أو ماينس يعني فتزيد بقى 100 تقل 100 ده يجيب لك رقم ده يجيب لك رقم مؤسسة السكني قد ايه والتجاري الطبيعي قد ايه هو ما قسمش الطبيعي هو أنا خلي بالحضرتك في نقطة بارد ذكروا ده مسألة احنا القثر بتاع السكني ده مهم جدا لأن الاعتباري سدل حكم محكمة وبالتالي الدولة المصرية احترمت حكم المحكمة الدستورية واصدرت قانون خاص بالاعتبار الطبيعي هيحصل في ايه الناس في الطبيعي يقولك ده أنا عندي مركز قانوني وعندي محكمة دستورية وعندي 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 لكن بعيد عن المسألة الدستورية لأن انا يمكن قلت في اللجنة واول مرة هقول على حضرتك قرتونوا مشوفوا اخوانا انا مش هتكلم في الدستور انا وزملائي رئيس سجنة الاسكان او انا معايا مستشارين اجل لا يعني مش اي مستشارين مش اي قضاء دي ناس الحقيقة تولت مناصب سجنة المستشارة عبدالله عصر قبل ما يتولى رئيس محكمة النقل كان قاعد سنوات رئيس الدائرة اللي هي بتتناول الدعاوي بتاعت الايجار والحقيقة مذاكر اوي الملف فاحنا مش هندافع عن الشكل الدستوري واحترام احكام المحكمة اكتر من القضاء وبالتالي احنا هنتكلم في امور فنية ومقاربة سياسية السكني في الجزء الخاص بحكم محكمة دستورية الفين واثنين بيتكلم في الجيل الاول فقط امتداد لجيل واحد فقط لجيل واحد فقط والتجاري بالنسبة للاعتباري خلص وبالنسبة للطبيعي اهل القانون قالك يجب ان يكون هناك مطابقة ما بين الطبيعي والاعتباري يعني حتى في النصوص يعني عشان ما يبقاش في شوبية عدم السوري عشان ما يبقاش في طبعا انا قلت كده من الاول طب بالتالي احنا بنتكلم هنا لو كان هناك تطابق اذا بنتكلم في خمس سنين يبقى انا برد حق المالك ازاي في التجاري والاداري بشقايه اعتباري وطبيعي بمدة معينة من السنوات بتدرج معين بالقيمة الايجار